باب من رفع صوته بالإلم معناه باب من الأذب أن يرفع الصوت بالإلم كما فعل ذلك من رفع صوته بالإلم معناه أنه من الذين تأدبوا بهذا الأذب وحققوا هذا القول والمقصود برفع الصوت القادر الذي يؤدي المقصود فإذا كان ذلك في موعظة وذكرى فمن المهم أن يرفع الصوت بها زجرا كما سيأتينا في حديث يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمر بن العاصر رضي الله عنهما قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة أو تخلفنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة بين مكة والمدينة فأدركنا وقد غشيتنا الصلاة ونحن نتوضأ فجعلت أقدامنا تلوح فقال بأعلى صوته وإلل الأعقاب من النار مرتين أو ثلاثة رسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يزجرهم عن نقص الوضوء فقال ويل للأعقاب من النار بأعلى صوته مرتين أو ثلاثة زجرا له وقد يكون المقصود بالرفع ما دون ذلك كما إذا كان مجرد خبر ليبلغ ويفهم فقال عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما عبد الله من السابقين الأولين أسلم قبل إسلام أبيه بأحدى عشرة سنة وكان أبوه أكبر منه بأحدى عشرة سنة عمر بن العاص بن وائل السهمي كان أكبر من بنه عبد الله بأحدى عشرة سنة وابنه عبد الله أسلم قبله بأحدى عشرة سنة فكان أفضل منه أنه سبقه إلى الإسلام والهجرة قال تخلف النبي صلى الله عليه وسلم عنه في سفرة سافرناها أي في مرة من المرات وذلك في أخريات عمره لأنه قال بين مكة والمدينة إما أن يكون ذلك بقصد مكة فيكون إما لعمرة الحديبية أو عمرة القضاء أو لحجة الوداع أو لفتح مكة هذه الأسفار الأربعة التي وصل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة بعد الهجرة فلم يصل إلى مكة بعد الهجرة إلا في أربعة أسفار في الحديبية وفي عمرة القضاء بعدها بعام وفي فتح مكة وفي حجة الوداع لكن يمكن أن يكون السفر هنا تكون هذه السفرة بين مكة والمدينة لم يبلغ فيها النبي صلى الله عليه وسلم مكة وقد سافر عدة أسفار في تلك المنطقة ما بين مكة والمدينة وذلك مثل سفره إلى غزوة العشيرة وسفره إلى بواط وسفره إلى الأبواء وسفره إلى بدر مرتين وبعض الغزوات في تلك المنطقة بين مكة والمدينة كغزوة بن سليم وغيرها فهذه الغزوات كانت في تلك المنطقة فيما بين مكة والمدينة فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة معنا أدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لحقنا وقد أرهقتنا الصلاة أي تأخر وقتها وفي رواية أرهقنا الصلاة معنا وأخرناها فلم يبقى من وقتها إلى اليسير فبادروا خوه أن يفوتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينبو عنها الماء فتبقى بيضاء جعلت أقامنا تلوح فنادى أي رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثة فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته بالعلم وهذا الحديث رواه عبد الله بن عمرين كما سمعتم ورواه أبو هريرة وروت وعائشة رضي الله عنهم أجمعين بهذه الألفاظ نفس اللغض ويل للأعقاب من النار وهو يدل على أن الأصل مشروعية إسباغ الوضوء والوضوء بذاته عبادة كثير من الناس يظن أنه مجرد شرط لأداء العبادة التي هي الصلاة ولا يعتبر أن الوضوء عبادة وأنه تشريف لهذه الأمة وتكفير للسيئات وعلامة بين النبي صلى الله عليه وسلم بين أمته يوم القيامة قيل له بما تعرف أمتك يوم القيامة قال إن أمتي يردون علي الحوض غرًا محجلين من أثر الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وليفعل وكذلك فإنه تكفير للسيئات فإذا غسل وجهه خرت خطاياه حتى تخرج من أهداب عينيه وإذا مضمضى واستنشق خرت خطاياه منه وأنفه وإذا غسل يديه خرجت الخطاياه من تحت أظافره مع قطل الماء أو مع آخر قطل الماء فهذا دليل على أن الوضوء بذاته عبادة مخصوصة وأن فيه من الفضاء للشيئ الكثير وأنه مكفر للسيئات وأيضا هو هذه العلامة الشريفة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أمته والقيامة فلذلك لا بد من إسباغه والنبي صلى الله عليه وسلم بين درجة إسباغ الوضوء فقال لا أخبركم بما يكفر الله به القطايا ويرفع به الدرجات قلنا بلى يا رسول الله قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطاء إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط والإسباغ يشمل إتقان غسل الأعضاء المقصولة ويشمل الاحتياط لها حتى تتأكد أنك غسلت ولذلك نهايات الغسل في الوضوء في الرجلين واليدين والوجه أيضا النهايات والبدايات لا بد من احتياطي فيها فلا بد أن يغسل الإنسان شيئا من منابط الشعر حتى يتأكد أنه غسل كل الوجه وفي مسح الرأسي يمسح شيئا من الوجه حتى يتأكد أنه مسح الرأس عند الذين يرون وجوب تعميم المسح أما الغسل غسل الوجه فهذا محل اتفاق أنه يجب تعميمه لكن مسح الرأس فيه خلاه لأن الله قال ومسحه برؤوسكم والباء مختلف فيها هي للإلصاق أو للتبعيض للإلصاق يكون ذلك شاملا لكل الرأس والتبعيض يكون ذلك لبعضه وهذا محل الخلاف بين العلماء لكن القاعدة الأصولية هي أن ما لا يتم الواجب المطلق إلا به واجب والواجب المطلق هو غسل الوجه مثلاً ولا يتم إلا بالتحقق من غسل بعض الشعر شعر الرأس حتى يتأكد الإنسان أنه غسل أو محله حتى يتأكد أنه غسل كل الوجه وما لا يتم الواجب المطلق إلا به واجب ليكون واجباً حينماً وهذه القاعدة الوصولية ليست على أطلاقها فما لا يتم الواجب إلا به خمسة أنواع لأنه إما أن يكون سبباً وإما أن يكون شرطاً وإما أن يكون جزءاً وهو الركن فإن كان شرطاً فالشرط ينقسم إلى قسمين شرط داخل في الطوق وشرط خارج عنه فالشرط الداخل في الطوق كالطهارة للصلاة الوضوء للصلاة والغسل للصلاة هذا شرط داخل في الطوق ولذلك يكلف به وشرط خارج عن الطوق كالنقاء من الدمين دم الحيض والنفاس هذا ليس داخل في الطوق لا يكله الله نفساً إلا ما آتها لا يكله الله نفساً إلا أصعها ولا نكله نفساً إلا أصعها فهذا لا يشيء القسم الثالث السبب وهو داخل في الطوق كجمع نصاب حتى تجيب عليك الزكاة فلا تجيب عليك الزكاة حتى تملك نصاباً وذلك لا يتحقق إلا بجمع المال حتى تحصل على نصاب والرابع السبب الخارج عن الطوق كتغريب الشمس حتى تجيب عليك صلاة المغرب أو تغريب الشفقها حتى تجيب عليك صلاة العشاء أو تطليع الفجر حتى تجيب عليك صلاة الصم هذا خارج عن الطوق لا تستطيع والقسم الخامس الركن وهو جزء الماهية فما كان ركناً فهو واجب جميعاً وما كان شرطاً داخلاً في الطوق فهو واجب وما كان شرطاً خارجاً عن الطوق أو كان سبباً مطلقاً سواء كان داخلاً في الطوق أو خارجاً عنه لا يجب فالسبب لا يجب مطلقاً لا يجب عليك السبب الخارج عن الطوق قطعاً لا يجب عليك أن تغرب الشمس حتى تجيب عليك صلاة المغرب كذلك السبب الداخل في الطوق لا يجب عليك أن تجمع عن صابر حتى تجيب عليك الزكاة هذا غير واجب وكذلك الشرط الخارج عن الطوق كان نقاعي من دم الحيضي أو النفاس لا يجب على المرأة ذلك لأنه غير مقدور عليه الركن واجب والشرط الداخل في الطوق واجب الركن قسم واحد والشرط الداخل والطوقي قسم فهذان قسمان من خمسة هم المقصود بأن ما لا يتم الواجب المطلق إلا به واجب وما سوى هذين القسمين من الأقسام الخمسة وهو ثلاثة ليس واجبا بل لا يمكن لا يكله به أصل